السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الأكار على القناة الصوت إسطنبول اليوم مع فيديو جديد هذا الفيديو نعتبره بمثابة الكشف التاريخي حقيقة لمرحلة مهمة جدا من مراحل التاريخ الإسلامي ومتعلقة بالواقع الحالي هذه الصورة التي أمامكم هي شاهدة من أمام الشوهد الموجودة في مدينة إسطنبول في جامع اسمه فيروز آد جامع عند محطة السلطان أحمد تماما يعني أنا أزور هذا المسجد من سبع أو ثماني سنوات واللاوعي تبعي يعني يقول أنه هذه ربما قرأتها في اللغة العربية لكن لا أدري لماذا لم تنقدح في ذهني هذه الفكرة التي انقدحت البارحة وقبلها بيوم في جامع بيزيد نفس العملية التي رأيتها أيضا الشاهدة الموجودة في جامع بيزيد هي شاهدة مكتوبة باللغة العربية وليست باللغة العثمانية يعني الفرق أو الخيط الدقيق الذي أريد أن أوضحه التعليم اللغة العثمانية هي لغة مكتوبة باللغة العربية بحروف عربية ولكنها كتابة عثمانية لكلمات عثمانية يعني يلفظ اللفظ العثماني لكن بحروف عربية ولماذا الآن سأوضح بعض قليل لماذا هذه النقطة لماذا حدث هذا الشيء لأنه مرتبط بما سأقوله الآن انظروا ماذا مكتوب هنا خازن السلطان سلطان بيزيد وهو فيروز رئيس الخازنين حباه الله من أمواله قد بنى بيتا لقوم عابدين ارضى عنه يا إله العالمين فليكن في جنة من خالدين قال رضوان العلى تاريخه جنة المأوى دار الخالدين لغة عربية يعني ليست لغة عثمانية هذه نقطة أساسية لماذا هذه نقطة أولى إذن المكان هو جامع فيروز آغا في وسط مدينة إسطنبول في قلب المدينة التاريخية هذه أمام باب المسجد تماما أمام باب المسجد عندما تدخل تجهدنا التاريخ التاريخ مكتوب بالهجدي مكتوب يعني ما زالت هي الشاهدة تخيلوا من مية وستة وتسعين هجري من مية وستة وتسعين هجري يعني كم بالميلادي بالميلادي يعني 1491 هما كاتبين هذه الشاهدة على باب الجامعة لما تدخل فيروز آغا جامي 1491 نحن الآن في 2022 كم سنة رعاكم الله والشاهدة نفسها لم تتغير أم تزود لكن حفظ عليها هذا يشهد لتركيا أنها بلد قد حافظت على الأثر الإسلامية ما الذي أريد أن أقوله لاحظت أنا وأنا سأزودكم بمجموع من الفيديوهات حتى أوضح هذه النظرية لأنني لم أسمع أي أحد من التاريخيين أو الذين يهتموا بالتاريخ قد وضحوا هذه النقطة وهي الأساسية ولربما لعدم يعني نحن الذين نتكلم للغاية العربية لم تنقضح هذه الفكرة في ذهني فما بالك بالقوم الآخري المساجد الموجودة في هذه الفترة خلينا نقول فترة الفتح لاحظوا هذا الكلام الدقيق فترة الفتح اللي هو 1453 وحتى ما يقارب 30 أو 40 أو 50 سنة سنحاول أن نتأكد من هذه المعلومة المساجد الشواهد عليها تكتب باللغة العربية وليست باللغة العثمانية دقيقوا هذه النقطة الأساسية المهمة تكتب باللغة العربية وهذا الدليل أنا أتكلم بمحض خيال أو محض الدعاء هذا الدليل لماذا يكتبون هنا في اللغة العربية معنى ذلك أن عامة الشعب يفهم اللغة العربية ثانيا القيادة طبعا من باب أولى تتكلم اللغة العربية صفوة المجتمع خلينا أقول العلماء المثقفين والأهم من ذلك أن جيش الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم اللغة العربية بطلاقة لماذا لم يكتبوا باللغة العثمانية إن كانت هي اللغة الرسمية أعتقد والله أعلم أزعم وهذا أضعه في أمام بينكم في التاريخ أن اللغة الرسمية كانت هي اللغة العربية حتى ننقض فكرة الذين هم العرقيين والذين يثيروا بعض المشاكل هذا ربط الآن بهذا الحدث أو هذا الاستكشاف التاريخي يعني كتابة المساجد طبعا أبرز هوية في مدينة إسطنبول هي المساجد أبرز هوية هي المساجد مكتوبة الجيش الذي فتح مدينة إسطنبول بالأساس يعني قيمة التاريخية القيمة النهضوية القيمة الحضارية المدينة إسطنبول ربما تركيا الآن كلها طبعا هي الفتح بل في التاريخ الإسلامي كاملا فتح مدينة إسطنبول طيب هذا الجيش يتكلم اللغة العربية اللي ربما بفصاح يعني أكثر منا واحد ثانيا ربما كانت اللغة الرسمية اللغة العربية والدليل لماذا تكتب الدولة باللغة العربية في المساجد لم يفهم الشعب لماذا تكتب لماذا لم تكتب باللغة العثمانية التي حدث هذا الموضوع بعد خمسين سنة تقريبا يعني ربما مع قادم الزمن ابتدأوا يكتبون باللغة العثمانية اللي هي وليدة يعني هم الآن يعرفون حروف اللغة العربية فخرجت اللغة العثمانية لفظ العثماني لكن بحروف عربية وهذا هو ميزة يعني أن تكون تتكلم باللغة العثمانية يعني الآن لاحظوا بعض الدول في الشرق الأوسط كثير منها ما زالوا يكتبون بحروف عربية ولكن كل بلد تتكلم مثل فارس إيران مثلا أو أفغانستان أو باكستان الأردو هي حروف عربية لكن كل بلد يتكلم ببلده إذن هذا التاريخ أضعه بين يديكم أحب أن الأكارم هذا الاستكشاف التاريخي أظنه والله أعلم هو حدث كبير أنا برأيي يعني أن يتكلم الجيش الفتح وأن تبقى ثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة هذا يحتاج إلى مجموعة من الخبراء حتى يوضحوا هذا الموضوع ولكن أنا سأزودكم بفيديوهات الآن هذا الفيديو الأول من جامع فيروز آغا وهذه الشاهدة وهي أمامكم والذين في مدينة إسطنبول يستطيعوا أن يتأكدوا من هذه النقطة وإن شاء الله الفيديو القادم سيكون من جامع بيزيد وسأوضح لكم أيضا نفس العملية حتى تتأكدوا لاحظوا الدقيق التاريخ الآن 896 هجري يعني كم بالميلادي حفظوا هذا التاريخ لأنها مهمة 1491 وسنزودكم بمجموعة الفيديوهات حتى توضح هذه النقطة هذا الاستكشاف إذن نحن نتكلم عن ماذا اللغة العربية اللغة الرسمية كانت للجيش الفتح العثماني وحتى فترة السلطان بيزيد لأن هذه الفترة هي المهمة بعد لما أجل السلطان سليمان القانوني وما بعده أصبحت اللغة الرسمية هي اللغة العثمانية والله أعلم وسنحاول أن نزودكم بمجموعة من التفاصيل المهمة على هذا الاستكشاف التاريخي نسأل الله أن يكون سببا في الجمع لم الشمل أنا أتكلم شوفوا على هذه النقطة الأساسية لماذا أنا أثرت هذه النقطة يعني من باب الوحدة للفرقة من باب أن نعرف هويتنا أننا كلنا منتمون إلى هذا الدين الإسلامي العظيم الذي جمع الشمل الذي وحد الكلمة أن هذا هو الهدف والمقصد الأساسي من هذا الفيديو ولا تعصب لأي قومية بل إن أكرمكم عند الله يأتقاكم كما هو شعار ديننا وإن الله قد عزنا بالإسلام كما قال سيدنا عمر فمن ابتغل عزة بغيره أذر لنا الله فهو سبب رفعة العرب وهو سبب رفعة الأتراك وهو سبب رفعة أي بصمة في التاريخ يعني أي نخضى في تاريخنا من شعوها هو الالتزام بالإسلام وأي نكسة هو الابتعاد عن هذا المنهج السماوي الرباني وحياكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته